السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سولى الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم نور وجوهنا اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أسعد السعداء في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين وده برحمتك يا أرحم الراحمين مرحبا بكم مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام اللي لا دي يا أحباب حنعيش مع قصة سميتها قصة صاحب القبلة صاحب القبلة إيه موضوع قصة صاحب القبلة ده تعالوا بنا إلى صحيح الإمام البخاري عليه رحماته الله وبركاته قد أخرج القصة في صحيحه الإمام الكبير العالم سيدنا الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصليش عن نبي ليه مجغول عن سيدنا النبي ليه صلي على سيدنا النبي كتر الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فطهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي رواية أخرى أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المجلس عمر رضي الله عنه أرضاه فقال عمر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله الرجل ساتره الله هل لا ساتر على نفسه فأنزل الله تعالى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأخبره بما أوحاه الله تعالى إليه فقال رجل من الصحابة من الصحابة يا رسول الله أهذا له خاصة أم عامة يعني الآية دي نزلة في الصحابة ده خاصة له أم عامة لعموم الناس قال بل للناس كلهم أي هذه الآية التي تبشر أصحاب الذنوب الصغيرة تبشرهم بأن الله تعالى يغفر لهم ويمحو خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم بالمحافظة على الصلوات في طرفي النهار هذه البشرى لعموم المذنبين لعموم المسلمين للناس عامة وليست لهذا الصحابي خاصة تعالوا بنا نتعايش مع هذه القصة البسيطة التي سميتها قصة صاحب القبلة لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويسأله في قبلة قبلها في حرام ماذا يفعل فيها ويود أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدله ماذا يفعل جاء نادما مستفتيا أولا من هو هذا الرجل يا أحباب مين هو الراجل ده الصحابي الجيس السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال من هو هذا الرجل هذا الرجل مختلف في تعيينه العلماء الشراحي اختلفوا في اسمه هو مين فمنهم من قال هو نبهان التمار كان رجل بيبيع تمر اسمه نبهان ومنهم من قال أن هذا الرجل هو عامر بن قيس الأنصاري من استاد العلماء الشراح ومن العلماء الشراحي أيضا من قال أن هذا الصحابي اللي جيس قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أصبت قبل طهرني يا رسول الله قاله هو أبو اليسر أو أبو اليسر كعب بن عمر الأنصاري والراجح والله أعلم أنه هو أبو اليسر بضم اليين بضم الياء أبو اليسر بضم الياء أو أبو اليسر بفتح الياء يعني يجوز فيها الضم والفتح أبو اليسر أو أبو اليسر كعب بن عمر الأنصاري هذا هو الراجح عندي والله أعلم وأرجح هذا الرأي لأن طريق الترمذي فيه هذا الرجل وفي هذا الطريق وغيره كما عند الإمام الكبير عبد الرزاق في تفسيره وعند ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره أن هذا الرجل كان يبيع وجاءت امرأة تشتري منه تمر فقال لها عندي أفضل منه بالبيت هذا تمر هو دا اللي احنا بنبيعه بس في عندنا تمر أحلى منه في البيت فذهبت معه المرأة إلى بيته لترى التمر الذي في البيت المرأة طيبة فذهبت إلى البيت لترى التمر الذي في البيت فرودها عن نفسها وقبلها أو اعتراضها واعتد عليها وقبلها ثم جاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قلنا أنه إما نبهان التمار أو عامر بن قيس الأنصري أو ابن معتب الأنصري أو هو أبو اليسر أو أبو اليسر كعب بن عامر الأنصري وهو الراجح عندي والله أعلم أسأل الله تعالى السلامة والصواب اللهم أمين يا رب العالمين يبقى احنا انتهينا أن في خلاف تعيين هذا الرجل وتعيين هو مين واسمه إيه ولكن رجحنا أنه أبو اليسر أو أبو اليسر كعب بن عامر الأنصري طب هو مين بقى كعب بن عامر الأنصري ده وبطل القصة اللي معانا اللي لادي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابي الجليل كعب بن عامر الأنصري البدري العقبي أنصاري لأنه من الأنصار بدري لأنه حضر بدرا وهو الذي أسر العباس عم سيدنا النبي في بدر وهو الذي أوقع براية المشركين في بدر تخيل بقى اللواء عراية المشركين في بدر هو هذا الرجل صاحب القبلة هذا الصحابي الجليل أبو اليسر كعب بن عامر الأنصري السلمي البدري حضر بدرا العقبي لأنه حضر العقبة وكان عنده عشرين سنة وقت العقبة باعة العقبة يبقى كعب بن عامر السلمي الأنصري البدري العقبي مات سنة خمسة وخمسين هجرية ويقال أنه هو آخر من مات من البدريين والله أعلم وكان هذا في ولاية معاوية رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين وكان سيدنا كعب بن عمر الأنصاري اللي معانا في قصة اللي لادي كان رجل سمين حتى أن الإمام الذهبي علي رحمة الله وبركاته في سير أعلام نبلاء في ترجمة هذا الرجل بيقول كلمة كده كلمة يعني غريبة شوية أن يقولها الذهبي قالها في هذا الرجل قال كان مدملكا كان مدملكا تعبير عن أنه عن أنه كان ضخم وسمين كان مدملكا ذا بطن كان دحداحا قصيرا مدملكا يعني ضخما سمينا ذا بطن يعني كان عنده كرش يعني علي رحمة الله وبركاته هذا ليعرفنا بهذا الصحبي أو بأوصاف هذا الصحبي علشان إحنا نبقى متخيلين يعني هو كان رجل جميل ولكن كان سمين شوية وكان بطنه عليا شوية وكان مدملك كده يعني كما يقول للعامة مدملك في نفسه كده لكنه كان بدينا وجميلا وكان هذا الرجل من البدريين الكبار كان ذا شجاعة انت متخيل الرجل اللي يروح على الرأية دي والرأية دي يعني تحرسها الأيادي والعيون في إيد وحدة هي اللي يشايل الرأية دي لكن حوالين الإيد دي آيادي وعيون لأن الراية دي بتبقى يعني يعتمد الجنود انهم ما يوقعوهاش حريصين جدا انهم ما يوقعوهاش كونوا بقى يروح على اللي شايل الرأية ده عشان يوقع الرأية بتاع المشركين هذا يدل على شجاعته على شجاعته هذا يدل وجهاده الحقيقة في رواية من الروايات أثرت فيها جدا وانا بجمع طرق القصة دي ان السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عاتب هذا الرجل وعاتبه بكلمة فيها يعني عتب لطيف وشديد في نفس الوقت عتب فيه لطف وشدة في نفس الوقت شدة على اللي بيحس يعني فلما جاء هذا الصحبي يشتكل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة أو تعرضت لامرأة جاءت تشتري مني تمر فتعرضت لها وقبلتها أعمل إيه فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل رأيت غازيا في سبيل الله فعل مثل ما فعلت قال له شفت واحد غاز أو جاهد في سبيل الله عمل اللي انت عملت ده هذه كلمة تدل على ان الرجل ده كان شريف وكان من يعني معدود من الغزاء المجاهدين يشهد له رسول الله بذلك فهو معدود في البدريين فعتبأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان في الزمن القديم قال له ازاي تعمل كده انت لك مآثرك وانت راجل مجاهد بقى فيه مجاهد يعمل اللي انت بتعمله ده فاستحى الرجل الرواية تقول لك ايه فاستحى الرجل ثم ذهب ذهب على استحياء وهو منكسر يتمنى ان لا يكون قد اسلم قبل هذه الساعة يعني كان في اللحظة دي بيقول يا ريتني كنت الحد اللحظة دي ما كنت شانا دخلت الإسلام يعني كان كل اللي فده كانت مسح علشان القبلة التي اصابها في حرام دي الجملة اللي اسمعها من سيدنا النبي اثرت فيه جدا جدا وظن الرجل بعد كلام النبي هذا وعتاب النبي له بما صنع ظن الرجل انه من اهل النار الرواية تقول هذا وهذه رواية قد اخرج الامام الطبراني عليه رحمته الله وبركاته وحسنها الامة ظن الرجل انه بهذا الاعتاب من سيدنا النبي انه بذلك خلاص فاوحى الله تعالى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام اية سورة هود الامية واربعتاشر قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الحسنات يذهبنا السيئات فارسل رسول الله صلى الله الى هذا الصحابي يبشر بهذه الآية وانه تدله على اهمية الصلاة طرفي النهار يعني في اول الليل وفي اول النهار واول الليل طرفي النهار للغدا والعشي اول ساعات النهار اول ساعات الليل والعلماء برضو اما جم يفسروا لنا طرفي النهار دول ففسرهن بتفسيرات منهم من قال طرفي النهار اول ساعات النهار واول ساعات الله ومنهم من قال المقصود صلاة الصبح او صلاة الفجر وصلاة المغرب وفريق اخر من العلماء قال المقصود صلاة الصبح وصلاة العصر دول طرفي النهار ومنهم من قال المقصود الصلوات الفرائض بالنهار وهي الفجر والظهر والعصر والصلوات الفرائض بالليل وهي المغرب والعشاء ده قول اخر وهناك قول يقول من طرفي النهار المقصود به الفجر والعشاء فإن الفجر طرى في النهار وإن العشاء طرى في الليل لأنه بعد أول ساعات الليل فالمقصود الفجر والعشاء وهتين الصلاتين لا يحافظ عليهم إلا مؤمن أما المنافقين فالصلاتين دول تؤال عليهم الفجر والعشاء اللهم خفف علينا الصلاة واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين اللهم حبب إلينا الصلاة اللهم حببنا في صلاة الجماعة إحنا وأولدنا وأحبابنا وكل السامعين والمشاهدين يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين المهم يا أحباب أن العلماء اختلفوا طرفين نهار دول إيه كذا فريق طب الراجح إيه من هذه الأراء الراجح والله أعلم أن المقصود بطرفين نهار صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء دول طرفين نهار هذا والله أعلم ما أرجحه في طرفين نهار طيب قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل كلمة زلفا من الليل العلماء بيقولوا الزلف هنا المقصود بيها صلاة العشاء والوتر صلاة العشاء والوتر لأن الوتر يكون هو العشاء زلف الله لم يقل زلفة من الليل زلفة واحدة يعني يبقى العشاء لكن زلفة يبقى أكتر من صلاة يبقى العشاء وقيام الليل والوتر هذا والله أعلم هو تفسير قول الله تعالى وزلفا من الليل عموما الاختلاف في هذه المعاني لا يفسد وكل الأراء محتملة إن شاء الله وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل حفظ على الصلاة بالنهار وسط النهار وبالليل حفظ على الفرائط كلها الخمسة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء خليليك صلاة كمان بالليل لما يدخل الليل ساعات الليل قيام الليل وأقل قيام الليل ركعتين وأكثر قيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام وغالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة قيام الليل بالوتر اللهم صلي وسلم على سيد الناس عليه الصلاة والسلام خليليك حظ من قيام الليل ما تنساش قبل ما تنام أنك أنت تصلي قيام الليل وتختم قيام الليل بالوتر وأقل الوتر ركعة تختم بركعة قبل ما أنت ما تنام يبقى نحافظ على الصلاوات الفرائض ونحافظ على قيام الليل ولو قليل ولو ركعتين ونختم قيام الليل يا أحباب بركعة قيام الليل على الأقل ده فيديته إيه بقى؟ مكفرات مكفرات للذنوب مكفرات للأوذار مكفرات لللي احنا بنعمله او بيصدر مننا كل ما انت قلتها ولا حاجة غلط انت عملتها ولا اي ذنب كتب عليك بالليل او بالنهار ولذلك باوبى الامام البخاري عليه رحمته الله وبركاته بابا على هذه القصة بعنوان باب الصلاة كفارة الصلاة كفارة يا ناس كان سيدنا الامام البخاري عايزه يقول لنا يا جماعة الصلاة كفارة الصلاة حلوة بتكفر الذنوب الصلاة كفارة فاستوعب ويريد الامام البخاري ان نستوعب نحن ايضا هذا الفهم العالي ان الصلاة كفارة وادخل هذا في كتاب موقيت الصلاة الباب الصلاة كفارة اسمعوا بقى القصة دي رجل جيس قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنب عمله قبل امرأة يكفر ازاي يطهر نفسه ازاي يعمل ايه فانزل الله هذه الاية واقمي الصلاة طرفي النهاري وزلفا من الليل كأنها اشارة الى انك تحافظ على الصلوات وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على هذا المعنى ايضا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم الخمس مرات ايبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الله على البشريات يا ناس رأيتم لو انا نهرا بباب احدكم تخيل بانك انت عندك بيت عندك فيلا عندك شليه لقدر الله يعني ربنا يوسع علي وعليكم وعلى عموم المسلمين اللهم امين يا رب العالمين اللهم زدنا من بركاتك وخيراتك وفتوحاتك اللهم لاغنا لنا عن بركاتك طرفة عين اللهم وسع علينا بالحلال برحمتك يا ارحمة الرحيمين تخيل كده لو عندك فيلا شليه عمارة وقدامها مش بقى حمام سباحة لا نهر نهر ضخم وكل ما تطلع تقول انت ايه تغتسل في هذا النهر لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى من درانه شيء يعني من اوساخه او شيء اي شيء يعني بسيط كده على جسمه هل يبقى شيء على جسده من الكدر ايبقى من درانه شيء قالوا لا يا رسول الله قال النبي كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا محفظتنا على الصلوات الخمس في وقتها يا احباب يمحو الله بهن الخطايا ربنا يكفر ذنوبنا ربنا يمحو خطايانا عنا بسبب محفظتنا على الصلوات الخمس صلى ورسله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر او ما اجتنبت الكبائر تاني تاني البشرح الودي الصلوات الخمس صلى تسلم صلى صلى بعد صلى محفظتك على الصلوات الخمس في وقتها الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة انك ما تسيبش الجمعة انك تكون حريص على انك تغتسل غسل الجمعة وتلبس لبس طيب وتروح المسجد صلاة الجمعة وتروح من بدري توكر لصلاة الجمعة انك ما تضيعش الجمعة انك ما تنامش عن صلاة الجمعة انك ما تتأخرش عن صلاة الجمعة انك ما تكسلش عن صلاة الجمعة الجمعة إلى الجمعة ورمضان اهتمامك برمضان صيام رمضان ترويح رمضان قيام رمضان صدقات رمضان اهتمامك برمضان من رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة حرصك على العمرة والذهب للعمرة واستمتاعك بالعمرة وتأدية العمرة وشعائر العمرة الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر يعني إذا اجتنب أحدنا الكبائر وأصب من اللمم الذنوب الصغيرة الله تعالى يكفر هذه الذنوب كلها بسبب هذه الأعمال بحرصك على الصلوات في وقتها وبحرصك على العمرة إن استطعت وبحرصك على الاهتمام بشهر رمضان والاستعداد لشهر رمضان وتأدية شعائر شهر رمضان وبحرصك على الجمع والجماعات اللهم حبب إلينا الصلاة واجعل الصلاة لنا قرة عين ولأولادنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين الصلوات كفارة كفارة للذنوب وكلنا أصحاب الذنوب وخطايا يا على جمال الصلاة وروعة الصلاة وحلاوة الصلاة وروعة الخشوع في الصلاة وجمال السكينة في الصلاة وروعة الأنس بالقرآن في الصلاة وجمال مناجات الله تعالى في الصلاة من أول ما توقف وتقول الله أكبر وتكبر كده تكبرت الإحرام يا وبترمي الدنيا كده ورى ظهرك وتستقبل الآخرة تستقبل الدنيا وتستقبل الآخرة أمامك وتقول الله أكبر وتبدأ بقى كده دعاء لاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وجهت وجهي الذي فترة السماوات والأرض حنيفة وما أن المشركين إلى آخر الدعاء ثم تستفتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين وتحس بقى بالآيات بقى وتعيش الأنس كده من الأول الفتحة الكافية الشافية تسمع القرآن أو تقرأ القرآن تسمع القرآن وراء الإمام أو تقرأ أنت القرآن وتبتصلي وتستمتع كده بمناجات الله تعالى متعة وتنتقل من القيام للركوع ومن الركوع للقيام ومن القيام للسجود وهكذا ركعة بعد ركعة حتى تنتهي من صلاتك الصلاة راحة الصلاة سكينة الصلاة متعة الصلاة لذة الصلاة عبادة من أجمل العبادات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه أرضاه قم أرحنا بالصلاة يعني قم أذن لنستريح فالصلاة راحة أرحنا بها يا بلال قم أرح بالصلاة يعلى كلمة أرح بالصلاة يا جماعة الصلاة مش تعب الصلاة لاذة الصلاة متعة بس انت اللي مش عايز تجرب انت اللي مكسل انت اللي مش حريص على الصلاة اللهم اجعلنا من الحريصين على الصلاة اللهم سهل علينا المحافظة على الصلاة اللهم حبب إلينا المحافظة على الصلاة احنا أولادنا وأحبابنا اللهم أمين يا رب العالمين أرحنا بها يا بلال الصلاة دي يا جماعة نور نور في الجبهة نور في الوج نور في خدودك نور في إيدك نور في جوارحك نور على كل جسمك وعفيتك نور ده مش كلام ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك اش ده كان سيدنا النبي اخراجه الامام الكبير المام مسلم من حديث ابي موسى الاشعاري رضي الله عنه وارضاه طهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان تئيلة جدا في الميزان حافظ على الحمد سبحان الله والحمد لله تملأ بين السماء والأرض والصلاة نور نور في صحفتك نور في جبهتك وجبينك نور ظاهر عليك نور في وجهك فأهل الصلاة وأحباب الصلاة في وجوههم نور اللهم نور وجوهنا يا رب اللهم حبب إلينا الصلاة ونور وجوهنا بالصلاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الرحمن لما سألوا سيدنا الحسن البصري وقالوله يا إمام ما بال المتهجدين لله تعالى بالليل من أحسن الناس وجوها فالشيخ قال له معلمهم قال إيه؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره الله قالوا له بيقولوله يعني يا سيدنا هو ليه الناس اللي بيصلوا بالليل كده ليهم حال مع الصلاة وبيقوموا الليل تلاقيوا الشهم من أور ليه يا سيدنا فالحسن البصري قال لهم لأن الناس دي خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الله نور حين تخلو بالله الله تعالى يلبسك من نوره ربنا بينورك من نوره عشان كده تلاقي الناس اللي بيصلوا ناس منوره ممكن تلاقيه بشرته خمري لا ده بشرته صمرة بس منور أصمرني ومنور تخيل بقى ها ايه اللي منوره كده؟ ربنا منوره بالطاعة ربنا منوره بالحسنات الصلاة منوره صلاة منوره ويشه سبحان الله العظيم الصلاة نور سيدنا نبي يقول لنا الصلاة نور نور على جوارحك نور على حياتك نور في قلبك نور في صحفتك صحفة حسناتك الصلاة نور لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال رسول الله الصلاة على وقتها صرف وقتها قيل ثم اي؟ قال بر الولدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله و هذا حديث جميل عجيب و فيه من الفائدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم الصلاة على وقتها في الفضل على بر الولدين و على الجهاد في سبيل الله فحطلنا الصلاة هنا في الحديث ده رقم واحد رقم واحد الصلاة اثنين بر الولدين ثلاثة الجهاد في سبيل الله رقم اساسي الصلاة سيدنا نبي علمنا يقول اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ان صلاحت صلح سائر عمله ان فسدت فسد سائر عمله اول حاجة الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عشان كده مهم جدا ان احنا نصلح صلاتنا و ان احنا نهتم بشأن صلاتنا و ان احنا نحرص على صلاتنا و ان احنا نحب صلاتنا و ان احنا نراجع نفسنا في الصلاة و نراجع اهلنا و اولادنا في الصلاة مهما كبروا نراجعهم في الصلاة و نحرص على صلاتهم و هذا دايدنو الطيبين الصالحين بل هذا دايدنو الانبياء قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سورة مريم دي آيات سورة طه سورة مريم بقى الله تعالى يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا يا رب يا رب رضينا وارضعنا واجعلنا عندك من المرضيين يا رب يا رب ارضعنا يا رب وارضنا واجعلنا عندك من المرضيين يا رب وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية لو عايز تبقى عند ربنا مرضي أأمر ولادك بالصلاة علم ولادك الصلاة احرس على صلاة زوجتك وولادك علم أمك لو ما بتعرفش يتصلي علمها الصلاة يمكن ما لقيتش حد طول السيلة فادي يعلمها الصلاة ويهتم بصلاتها علم والدك لو كبير في السنة وراجل بسيط ما بيعرفش يصلي صح انت تعلم صح وعلمه ازاي صلي صح حتى يلقى الله وهو مرضي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية من أفضل الأعمال من أجمل العبادات وهي أول ما يحاسب عليه العبد كما ذكرنا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله إن فسدت فسد سائر عمله يعني انت تعدي في الصلاة خلاص إن شاء الله تبقى مقبول كل اللي يبقى بعد كده إن شاء الله تمر فيه بسلام بإذن الله تعالى ينجيك الله تعالى لكن إن فسدت رسبنا في الصلاة اللي جاي بعد كده بقى يويلك منه ولا حول ولا قوته إلا بالله العلي العظيم قال الله وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اللهم نجينا يا رب واجعلنا من عبادك المتقين الذين تنجيهم بالتقوى يا رب اللهم أعننا على التمسك بالفرائط اللهم أعننا على آداء شعائر الدين يا كريم اللهم أحبب إلينا الفرض والنفل برحمتك يا أرحمة الرحيم صلاة متعة الصلاة أهل الصلاة ييجوا مميزين يوم القيامة كانوا بيتوضوا فهم من أهل الغرة والتحجيل وكانوا بيصلوا حريصين على الصلاة فيجوا يوم القيامة سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم مش شرط أن تبقى علامة الصلاة زبيبة الصلاة في جبينك وانت عايش مش شرط ممكن أنت بتصلي ومن أهل الصلاة ومن أحباب الصلاة ومن المقبولين عند الله عز وجل والصلاة قرت عين لك وانت بتصلي وما فيش زبيبة طلع لك ولا حاك ما فيش علامة السجود طلع لك ولا حاك لكن يوم القيامة تلاقي فاق ايه تلاقي علامة السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور في جبينهم من أثر السجود علامة الصلاة نور على جبينهم من أثر السجود تعرف كده الناس اللي كانوا ايه الناس اللي كانوا يحبوا الصلاة وحريصين على الصلاة سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللهم اجعلنا منهم يا كريم من اجمل الخواتين ان الواحد يختم له وهو يصلي وانت وفى بنقيد ربنا كده وبتصلي واقف او راكع او ساجد ويختم لك وانت راكع او ساجد او انت قاعد في التشاهد بتشهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم تقبض هذه الروح على هذه الحال او وانت اقرب ما تكون من الله ساجد كده على الارض وانت اقرب ما تكون من الله عز وجل زي ما سيدنا بقى لنا اقرب ما يكونه العبد وربيه وساجد وانت ساجد كده واقرب ما تكون من ربك جل جلاله وربنا عز وجل يقبل يقبل روحك الطيبة دي بقى يختم لك الختم الحلو ده اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين اللهم انا نسألك مثلك الصالحين اللهم انا نسألك مثلك الصالحين وثبات الصالحين وصحبة الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين متعة بس سؤال هنا حيختم لي ولا ليك بالصلاة ازاي وإحنا بنكسل في الصلاة قل لي ربنا كريم يا شيخ استبعد استكتر ده علي والله انا مش مستكتر عليك بس انا عايز احفز نفسي وإياك واقول لو احنا عايزين يختم لنا بمثل هذه الخواتيم الحسنة الخواتيم المبهرة الجميلة انك انت تبقى بتصلي مثلا ويا السلام بقى بتعمل عمرة وبتصلي حوالين الكعبة وساجد كمان وتموت الموتة الحلوة دي بقى بس الموتة دي محتاجة ايه محتاجة ثوابق عشان تبقى النهاية هي الثمرة دي الخاتمة دي محتاجة ان احنا نقدم بقى قبلها اعمال لله عز وجل نبايل لأننا نحب الصلاة وحريصين على الصلاة وان احنا نرجو ان ربنا عز وجل يختم لنا بمثل هذه الخواتيم الطيبة الخواتيم المدهشة المبهرة اللي كلنا نتمنى مثلها اللهم اختم لنا بخاتمة الصالحين يا كريم حب بولادك في الصلاة اهتم بشأن أولادك في الصلاة عوّد ولادك انهما يروحوا المساجد وييغم المساجد ويروحوا معاك المسجد ويرجاون معاك المسجد وادبهم بأدب الاسلام يغلط في المسجد وانت تعلموا تقوله لا ما يصحش تعمل كذا ما ينفعش انك انت تقول كذا ما ينفعش انك انت تعمل كذا وقف ابنك جنب منك في الصلاة علشان تعلمه انت تشوفه بيعمل ايه غلط وتصلح له صلاته النبي امرنا انه علم اولادنا النبي امرنا انه علم اولادنا الصلاة وهم صغار علموا اولادكم الصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشد وفريقوا بينهم في المضاجع يبقى انا بعلمهم وعنده خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمان سنين اعلم واصل عشر سنين بقى ابدو اقول له لا انا كنت معلمك كل اللي فات ده وادربك على الصلاة وحبيبك في الصلاة خلاص لازم بقى تحافظ على الصلاة لو ما حافظتش على الصلاة هنا حنيزعى البقى من بعضنا واضربوهم عليها لعشر مش تسيب ابنك يصلي ما يصليش مش مشكلة غلط غلط انت مسؤول عن دينه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعیته الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعیته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعیتها يعني انت مسؤول عن دين زوجتك واولادك ولما زوجك يغيب عن البيت مشغول ولا مسافر انت مسؤول بعد زوجك عن هؤلاء الاولاد وعن دين هؤلاء الاولاد انت مش تسؤول انك انت تتأكل ولادك بس وتشربهم بس واتدلعهم بس وانك تدويهم بس ولا تعلمهم بس لا انت مسؤول انك انت تراعي دينهم واعتقادهم ومن اول مراعاتك لدينهم انك تعلمهم التوحيد وتعلمهم الاعتقاد الصحيح وانك تعلمهم الصلاة صح وتعودهم على الصلاة اللهم حبب اولادنا في الصلاة وبارك في اولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعل الصلاة قرة عين لنا ولأولادنا ولأحبابنا برحمتك يا ارحم الراحمين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع اولاده وكان يصلي مع مواليه يصلي مع خدمه ويصلي مع الصحابة كبار وصغار صلى مع عبدالله بن سعود وصلى مع حديف بن اليمان وصلى مع عبدالله بن عباس صلى مع الكبار ومع الصغار بالنهار والليل ليعلمهم وفي الحديث انه فات لأذن عبدالله بن عباس وصغير وكان يصلي فات الأذن وكده يعني فرق له ودنه كده عشان يصحصح ويركز في صلاة قيام الليل وما يكسلش من منا النهاردة اللي بيعلم ولاده صلاة قيام الليل فاحنا لازم نبقى حريصين على تعويد ولادنا ابنك يشوفك انك انت بتصلي قدامه رايح جاي على المسجد قدامه انك بتفرش المصلية وتصلي قيام الليل قدامه انك دي صلاة قيام الليل او دي صلاة الوتر قدامه ابنك يشوفك كده ربنا بارك في عمر أمي ويحفظها ويرحم أبويا وكل ما مات من أبائكم ومهاتكم اللهم أمين يا رب العالمين أم الله يدها الصحة ويحفظها ويصنها ويحرصها اللهم أمين كثيرا ما أراها مصلية أدخل عليها مثلا وانا مسافر رايح عشان أصور الحلقات أدخل عليها لها بتصلي في وقت فرد أو بعد وقت الفرد بتصلي نوافق أدخل عليها بالليل عليها برضو بتصلي تحب الصلاة أسأل الله أن يجعلها أنا من أحباب الصلاة وهذا ملمح طيب أن يرى أحدنا الأب أو يرى الأم بتصلي حريصة على الصلاة ده بيزرع في قلوبنا محبة الصلاة تربية بالقدوة تربية بالعمل الصالح إننا أبقى قدوة لك فأفعل لتفعل أنت فكونوا قدوة لأولادكم كوني قدوة لأولادك وبناتك واحريصي على الصلاة واعلمهم الصلاة واهتم بالصلاة الصلاة كفارة لا تنسوا يا أحباب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فطهرني فقال عمر رضي الله عنه أرضاه الرجل قد ستره الله لا ستر على نفسه فذهب الرجل فأبحث الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقن الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأخبر رسول الله الرجل بذلك فقال رجل من الصحابة رسول الله أهذا له خاصة أم لنا عامة قال رسول الله بل للناس كلهم الكلام عن الصلاة ما يخلصش وعايز أقول لكم إن من أولى الأولويات إن إحنا نهتم خصوصا بقى في الأولينا دي قبل دخول شهر رمضان نهتم بتعليم نفسنا وتعليم أولادنا فقه الصلاة هات كتاب الفقه الممسر مثلا ويقرأ منه في فقه العبادات كده اقرأ فقه الصلاة عشان نصلح صلاتنا فإصلاح الصلاة أمر مهم جدا الحمد لله الحمد للذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر وحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله